موسيقى باسم الآب والابن والروح الكدس إلى الواحد أمين اليوم الخامس من شهر هاتور المبارك بركاته تكون معنا رسالة ربنا ليك النهاردة أفأستعطف الناس أم الله أم أرد الناس أم الله فلو كنت بعد أطلب أن أرد الناس لم أكن بعد عبداً للمسيح شكده كتير من الأوقات في حياتنا تلاقينا مندفعين النور دي المجتمع اللي حوالينا نرد الناس حتى ولو على حساب المبادئ المسيحية الأصيلة حتى ولو على حساب الإنسان الحقيق الذي هو في داخلك حتى ولو على حساب وصية الله عشان كده أخلي بالك كتير من الأوقات المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة تأثير الناس عليك تأثير مجتمع عليك من يقود حياتك؟ من الذي يقود حياتك؟ هل الذي يقود حياتك هو دوافعك الداخلية؟ أما الذي يقود حياتك هو مبادئ حقيقية تحكم الدوافع الداخلية المبادئ هي مبادئ مسيحية حقيقية مبادئ المسيح مبادئ كلمة الله عشان كده إرضاء الناس أو إرضاء الله إرضاء المجتمع اللي حواليك ولا إرضاء نفسك كتير من الأوقات بنلاقي نفسنا بنتعامل بالشح من أجل إرضاء أنفسنا أو نحكم حكما غير صادقا غير حقيقيا غير عادلا على آخرين ننشر وشايا ومزمع على آخرين دوننا أن نتحقق من أمور الحياة مهما كانت هذه الأمور إرضاء لآخرين أو إرضاء لاتجاه معين كتير من الأوقات نخطئ نخطئ في حق أنفسنا ونخطئ في حق آخرين ونخطئ في حق الله عشان كده راجع نفسك النهاردة واطلب كده من ربنا هل أردي الله أم أردي الناس هل أردي الله أم أردي نفسي هل أردي الله أم أردي دوافع الداخلية وملازاتي الخاصة هل أردي الله في حياتي أم أردي مكاسب أقدر أكسبها على حساب آخرين أوحش حاجة أن الإنسان يحصل على مكاسب سواء كان هذه المكاسب اجتماعية أو مادية أو معنوية أو نفسية على حساب ضرر آخرين أو على حساب مشاكل بيقع فيها الآخرين خلي بالك لا تبني حياتك على الناس الله يريد مبادئ الله يريد إنسانك الحقيقي عش في المسيح للمسيح ربنا يعطيك كل نعمة وبركة للهنا المجد للأبد أمين اشتركوا في القناة